اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما تليه مملكة البحرين من اهتماما بكل المساعي النبيلة الهدفة لتحقيق الاهداف التنموية في المنطقة من خلال تعزيز الجهود الدولية والاقليمية لتحقيق السلام والاستقرار لانعكس اثرها على التنمية الشاملة التي تنشدها الاوطان والشعوب منوها سموه بان تكريم البحرين ممثلة بقائد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هو تقدير دولي كبير لجهود المملكة التنموية في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة لتكون نموذجا يحتذا به على مستوى المنطقة والعالم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله مع سعادة السيد ليونغ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو حيث هنأ سموه سعادة المدير العام بهذه المناسبة مشيرا إلى ما حققته المنظمة من نجاحات ملموسة طوال مسيرتها والتي استطاعت خلالها تحقيق أهدافها التنموية منوها سموه بالمشاركة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيدو والتي كان لها أثرها وبعدها على المستوى الدولي والتي من أهمها النجاح الكبير للنموذج البحريني لريادة الأعمال والتي طبقته المنظمة في أكثر من 48 دولة حول العالم إلى جانب مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في البحرين الذي يحتفى بالذكرى العشرين لتأسيسه مؤكدا سموه على أهمية أن ترتكز الجهود الدولية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي إحدى أسس الأمن والاستقرار وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين قد اهتمت بتحقيق الريادة في الجوانب المختلفة ومنها الريادة في مجال التمكين الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والشباب وتمكين المرأة كجزء أصيل من رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه منوها سموه بأن الجائزة التي حصلت عليها البحرين تدسيد لسنوات من العمل المتواصل وتطوير للمبادرات المبتكرة التي ضمنت مستقبلا أفضل للمرأة والشباب ورجال الأعمال من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية اليونيدو عن تقديره البالغ للدور الذي تطلع به مملكة البحرين في دعم برامج وأنشطة المنظمة مشيدا برؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعمه لتمكين المرأة والشباب اقتصاديا ورواد الأعمال بشكل عام لافتا للدور البارز الذي يقوم به صندوق العمل تمكين الذي أسهم في تعزيز نجاحات نموذج البحرين لريادة الأعمال الذي طبقته المنظمة بنجاح في أكثر من 48 دولة ولاقى استحسانا كبيرا كأحد أبرز شركات بين البحرين واليونيدو معربا عن أمله في تحقيق مزيد من النجاحات المميزة بالتعاون بين المنظمة والبحرين خلال المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر